يا ربنا خلقه ناعم زي الحرير تمام؟ في عوامل بتخلي الشريان الجدار بتاعه يتلف تلف جدار الشريان تلف جدار الشريان ده اللي احنا بنسميه تصلب الشرايين تمام؟ تصلب الشرايين يعني لما نسبة الدهون بتزيد في الدم ومع الضغط العالي بيحصل ان الشريان نفسه في حتة بوز عاملة زي الاسفلت الاسفلت الناعم والاسفلت لما يحصل فيه ايه؟ حفرة اما طب تمام؟ الحفرة دي بتخلي الدم وهو ماشي ما يمشيش بسرعته العادية ولكن في فترة من الفترات بيجي عند الحتة اللي فيها تلف في جدار الشريان ويعمل يركن ويعمل ايه؟ جلطة الدم ده مكون من كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء وصفائح الصفائح دي بتيجي تتجمع في الحتة اللي حصل فيها التلف في الشريان وهنا تبدأ المشكلة ويبدأ تكوين الجلطة مم ديب